من المقدمات أيضاً لتكوين أسرة طيبة متميزة أن بعض الرجال يضحك ويبتسم وينكت ومحبوب عند الجميع فإذا ما دخل البيت أصبح كذئب العاون لا تسمع منه زوجته لا كلمة طيبة ولا ابتسامة ولا نظرة حانية ولا لمسة ولا قبلة ولا حظن ولا شيء من هذا القبيل فهو جيف أظلف غليظ أظلف جيف يا لطيف لا حول ولا قوة لماذا أنت حنون مع الجميع بسيط مع الجميع صاحب نكتة مع الجميع توزع ابتسامتك للي يستحقها ولم يستحقها وإذا ما أتيت إلى زوجتك تبخلوا حتى في ابتسامة فهذا الجو يجعل زوجتك تثق فيك وتحبك وتبادلك وتبادلك هذا الشيء واعلم بأنك إذا أعطيت لزوجتك مترا أعطتك كيلومتر من الحب والحنان والعطف وتهيئة الجو إلى آخره فالمرأة عبارة عن برميل عسل عليه طبق قليلة شيء من غلاف فإذا ما نزعت هذا الغلاف وأحسنت نزعه ولم تمزقه ووصلت إلى العسل عشت حياة كريمة طول حياتك ترجمة نانسي قنقر